خلينا نبدأ من الزيارة الزيارة اللي زي مقولنا لحضراتكم قام بيها الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهل اللي نادي للتحاد السكندري بعد تلبية دعوة الحج محمد مصالحي رئيس النادي وحالة الحب بقى اللي شفناها من كل عشاء سكندرية شفنا الكابتن محمود الخطيب مبارح زي مقولنا في سموحة بعد ما لبى دعوة المهندس فرج عامر النهاردة في نادي للتحاد السكندري كنا الحقيقة فتحين تغطية خاصة النهاردة على مدار اليوم عشان نغطي مش بس الزيارة ولكن العلاقات دي العلاقات القوية الجديدة الجيدة للكابتن محمود الخطيب برؤساء الأندية وعلاقة رائعة للنادي الأهلي بالأندية كلها وزملاءوا أيضا بالتأكيد الزيارة ليها دلالات وجاءت وزي ما بنقول دي علاقات مميزة بتجمع الناديين مش بس كمان الأندية اللي في اسكندرية كل الأندية بنتكلم بالإضافة كمان أن أنت النهاردة في زيارات زي دي بتعمل تبادل رؤى تبادل وجهات النظر علشان مصلحة الكورة في مصر مصلحة الرياضة المصرية في كافة الألعاب مش بس على مستوى كرة القدم النهاردة الكابتن محمود الخطيب لو نلاحظ حتى على مدار الأيام اللي فاتت والشهور اللي فاتت فيه تواصل دائم مع جميع الأندية الرياضية والتعاون معها علشان نخدم الرياضة أو مصلحة الرياضة بشكل عنف مصر أكيد مفيش شك طبعا الكابتن محمود الخطيب ويمكن خلال كلمته مبارح كمان إحنا كلمة عجبتني جدا أو أنه كلنا نسيج واحد الكابتن محمود الخطيب علاقته خلينا نكلم كمان مش كرامز كرئيس النادي الأهل اكيد رئيسة النادي الأهل لقيمة كبيرة لكن كمان لما هذا المزيج مع قسطورة من أساطير قلة القدم المصر والأفريقية لكابتن محمود الخطيب. فأكيد في أي مكان بيتواجد فيه الكابتن محمود الخطيب بيكون فيه ترحاب كبير جدا النهاردة كمان العلاقات الطيبة اللي بتربط النادي الأهلي بنادي الاتحاد يعني كمان نادي الاتحاد من الأندية العظيمة على المستوى الجماهيري على مستوى الشعبية أكيد النادي الأهلي زي ما قالت سهم على مستوى جميع الأندية إحنا المسافات كلها واحدة علاقة الترابط علاقة التعاون لازم تكون بهذا الشكل شوفنا مدى الحب من كل نجوم نادي الاتحاد وجماهيره النادي الأهلي بصراحة يعني كمان عامل حالة جيدة جدا من خلال الزيارتين دول بيقدم نموذج رائع وكمان دايما النادي الأهلي صباق كابتل محمود الخطيب بمجلس إدارته نشكر كمان السيد فرج عامل نشكر السيد محمد مصلحي على الدعوة الكريمة وزي ما بقولنا هي دي اللي احنا عايزين إن شاء الله تكون بداية نبز التعص وبإن يكون التعاون مع الأندية المنافسة خليها في الملعب خلي المنافسة والمسابقات والدوري والكاس كل ده وتوارد وكل ده تمام التمام جوة المستطيل الأخضر لكن العلاقات الطيبة هي اللي هتهدل سوشيال ميديا هي اللي هتبقى العامل الكبير والأساسي لعودة كمان نفتكر السبعينات والثمانينات لما كان جماهير النادي الأهلي والزمالك بيعودوا في مدرج واحد أعتقد العلاقة دي هتبدأ إن شاء الله بالمجهودات اللي بتبزل من رؤساء الأندية على مستوى رؤساء الأندية على مستوى كمان النادي الأهلي دايما النادي الأهلي يعني بيد النموذج والمثل وإن شاء الله ده يعني عكس إن شاء الله الفترة اللي جاية على جماهيرنا وعلى كمان السوشيال ميديا ونبدأ نشتغل في جو يعني يسوده أولا الأخلاق الرياضي جو صحي طبعا جو صحي ونفهم قويس قوي معنى كلمة الروح الرياضية الجملة دي معناها مهمة قوي معناها أن أنت بترسيق قواعد المكسب والخسارة في أي لعبة من اللعبات وما فيش أفضل من الكيان الكبير اللي اسمه النادي الأهلي هو اللي بيقوم بيرسي هذا المبدأ ما بين كل الأندية مش بس على مستوى مصر الحقيقة يعني إحنا هنا دايما حتى بنغطي لما بنغطي حتى الزئرات اللي بتقوم بيها وفود الأندية المختلفة في اللي بتيجي تزور النادي الأهلي يعني شفنا مثلا كابتب محمود الخطيب أو النادي الأهلي علاقته إزاي مميزة جدا بنادي سانداونز شفنا علاقة النادي الأهلي إزاي مميزة بالأهلي الليبي بنتكلم في الوطن العربي الدوانية اللي هو العراقي سنبا التنزاني أفريقيا مش بس بنتكلم عن علاقات مميزة بتجمع النادي الأهلي وباقي الأندية الأهلي وبير ميونيخ يعني فالنهاردة في علاقة التواصل نتكلم عليها دي السهم يمكن احنا بالنسبة لي آه النادي الأهلي على المستقل العالمي عنده علاقات مميزة لكن ده الأهم من خلال نبز التعصب لما النادي الأهلي النهاردة في اسكندرية مع اسموحة والاتحاد بكرة في الإسماعيلي بكرة يكون في في أندية كمان مش شعبية ممكن نزور النادي المقاولين والجونة يعني كل دوت زيارات أعتقد حتحد شوية من حدة التعصب وده رسائل وده مهم جدا أن نوصل للرسالة أن كابتن محمود الخطيب دايماً بنقول كل الأندية على مسافة واحدة بيمدي قديل لكل الأندية في تعاون مطمر لمصلحة الكرة المصرية ونسيب التنافسية ونسيب المباريات والدوري والكاس في الملعب الناس بتشتغل بشكل أكثر من رؤية أنا رأي كمان يا كابتن هني أنه ده التوقيت هو ده التوقيت عندك شحن وعندك غضب وعندك حدة أنت بتشوفها على وسائل الاتصال أنت بتفتح التليفون بتقفيله ما تحبش تكمل من الغضب من الشحن الزائد عن لزوم من يعني عايزة أقول إيه شحن حصل وغل حصل السنين اللي فاتت قالنا الأوام بقى أن إحنا لأ نبدأ صفحة جديدة مع رياضة نبدأ صفحة جديدة وإحنا بنتعامل مع بعض